سلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رابطكم? بخير النهاردة بقى جبت كده شوية فلفل وطماطم وقلت هعمل بيهم اكل حكاية وقلت هتطلع معي رخصة جدا ارخص بكتير ما بتشتريها من برا هي فرع اللي انطلعت ارخص بكتير ما بتشتريها من برا بس اطلعت تراحة مكلفة جدا بايكات كتير بقى وشير اكتر وكمنتات اكتر واكتر يلا بينا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض وصفتنا اه انا اما جيت اعمل الوصفة دي سألت الاول عليها برا هتكون بكام فلاقيت يعني مش هي تجيب الزبط سندوتش كده جاهز فسألت عليها هيكون بكام لقيت السندوتش الواحد عامل عشرة جنيه فقلت الجوزي طب احنا ليه نعمل سندوتش بعشرة جنيه ما تيجي نعمل حاجة تانية حلوة جدا والسندوتش ما يكلفناش عشرة جنيه ونعمل مسلا اربعين سندوتش قال لي خلاص تمامي يلا بينا نعملها وجاب لي الحاجة بقى وبدأت ان انا اعملها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده وبياخد بقى معي الفلفل كده وبدأ ان انا قطع فيه اه معلش بقى اول في فيديو اه يعني التقطع في كتير بس يعني ايه اه كوصفة نفسها الوصفة كانت والله حلوة جدا بس في النهاية اكتشفنا ان هي ايه ده احنا الاولى ما كنا بنعملوها كانت بتتكلف معنا مسلا اربعين جنيه دلوقتي الوصفة دي وصلت معايا لتمنها لحد تسعين جنيه فصراحة يعني فرق اه كتير جدا معرفش بصراحة من اني اتجاه بس يعني اه لا انا كنت عامل حساب ان انا اما هعملها هوفر احنا الاربعة وانا لو جبنا كل واحد فاندوط شفينا هيبقى باربعين جنيه لا ده كده كتير سمحنا بالاربعين جنيه دون نعمل بهم اكل حلوة جدا بس لما عملت اما جبنا الحاجة اكتشفنا ان سعرها تلعى اغلب كتير جدا من اللي احنا كنا هنعملوه وان العشرة جنيه دي كانت اوفر قوي بس بصراحة اه كانت كويسة جدا كفتنا في العشرة وكفتنا اللي هو احنا بنتعشة يعني ايه ممكن كنا عالصار البعاء خمسة كده اه كفتنا في في العشرة او الغدل متأخر ده وكمان فطرنا منها وكانت جميلة جدا بعد ما قطعت معايا بقى الفلفل بتقطع الفلفل باي شكل انت حبايا بعد كده باخد معايا بقى الصدوق كده الصدوق تلع يا جماعة اه يعني هقول لكم انا جايباها متالج مش مش يعني متالج مش مش صدوق بلدي اه النص كيلو صدوق المتالج عامل مية وعشرة فبصراحة لأ يعني انا اكتشفت ان سعره عالي قوي يا جماعة ومكانش كده انتو زودتوها قوي لكده احنا كنا بنجبوه يعني يعني الكيلو عامل بتهالي اه اربعين حاجة واربعين مش اكتر من كده كيلو كامل لأ مش مش اربعين قول ستين مسلا ستين كيلو كامل دلوقتي بقى مية وعشرين اه فاللي هو بقى يعني اه وبعدين احنا دي مرة في الشهر احنا مش هنعمل الوصفة دي كل يوم في الشهر احنا قلنا مرة في الشهر طول ما احنا مش هنجيب فراخ ومش هنجيب لحمة نعمل حاجة من راحاتهم كده تكون حلوة فلاقيت الموضوع صراحة بقى صعب قوي اه جبت بقى معايا اه نص كيلو من الفلفل وقطعته شرايح كده زي ما شفته او يعني حاجات اه قطعي بالتقطيع اللي انت حبيها عامة تد اه بجيب معايا كمان الصدق وبقطع هو كمان من الشكل ده عايز اقولك بقى ايه ان الصدق لما بتجيبيه اه يعني هو متلج وتقطعيه هو متلج احسن بكتير جدا لما تقطعيه في العادي وكمان احنا قلنا ايه بقى قلنا لأ ده الاكلة دي تكلفت جامد قوي احنا بقى ايه الاول كان جوزي بيحب قوي يمسك الحاجات دي يعني الصدق بقى او الفضار بتاعه والكلام ده كله ويعجرهم في بعض كده جامد ايه يفرد بقى في الوصفة انما دلوقتي رح قال لي ايه ده ايه ده ايه ده ايه لا دي تكلفت جامد قوي احنا عايزين لها ترمي معنا بقى شوية حلوين فهي رمض صح شوية حلوين بس سلامتهم على دماغنا لان احنا ايه اه اتكلفت معنا عاش تاني لان احنا بنعمله جاهز مش اه يعني اله الحواش الاسكنراني بيتعمل في الفرن برا ما بتعملش في الفرن البتجاز فرن البتجاز يعني ما بيطلعش ناجح بالنسبة كويسة اه فتعملي بقى ايه ما عندك فرن فرن عادية تعملي بها فرن غاز ايه ما بتعمليه في الفرن بقى اللي هي ايه الفرن العيش الشامي والحاجات دي جبت بقى معي حوالي كيلو طماطم وما تقولوا ليش كتير لان الكتير صح هو ثمان الثمان الصدق فجبت بقى معي كده ايه كيلو الطماطم وقطعته برضو بدأت ان انا قطعه بالشكل ده كده اه عايز اقول لكم بقى ايه التكلفة كانت اربعين جنيه اه اربعين جنيه ايه ستين جنيه الصدق وكانت تلاتين جنيه بتاع ده العيش يعني سبعين جنيه من غير اي حاجة كده اه العشرين جنيه التانيين كانوا ايه اه جبنا طماطم وجبنا فلفل وكان عندي بواقي من بتاع ده ما كانش يعني الملح اللي عندي صراحة خلص واشترينا ساعتها ملح اه برضو البهرات كانت الفلفل اصمر كان خلص اشتريت برضو بخمسة جنيه في الاصمر اه مع طبعا تمن الطماطم مع تمن الفلفل فالموضوع بقى ايه ضرب بصراحة يعني قوي فقلنا الحمد لله ان هي عملت على كده اه فخلينا بتاع ده نكمل بقى بقى الوصفة اه بدأت ان ناخد الطماطم بتاعتي وقطعها كده وكمان يا جماعة كان عندي جبنات من يعني شايلها قبل كده اه كان عندي جبنة شدر والجبنة الشدر دي كان اللي هي يعني ايه طعمها حلو اه بس ما بتسحش ما بتسحش في العيش ما بتموتش ما فيش اي حاجة انت بتاخذي منها طعمه بس عافين كانوكو حطين يعني حتى جبنة روميا ما بتشديها بتشد معك دي ما عرفش احنا جايبة كنت جايبها بتسعة وتلاتين جنيه بس ما لقيتها ما بتشدش ممكن عشان سعي لها بس انا كنت جايبها يعني من هاي مشهور يعني ومعروف بس استغربت ان هي ما يعني وصلت لكده ما بتشدش يعني مش للدرجات يا جماعة ارحمونا شوي المهم اه فجبت بقى معي كده ايه الفلفل والصدق وجبت معي التماطم وحطت عليها الجبنة والجبنة دي انا ما حسبتهاش من ضمن الحاجة لان انا يضب الملح والفلفل والملح والفلفل اصمر والبهارات بتاعتي والكلام ده هما دول يضب وصلوا للتسعين من غير من غير الجبنة التركية تخيلوا بقى لو انا حسبت مسلا قولي اقل حاجة حطها ربع كيلو جبنة تركي آآ ربع كيلو جبنة رومي آآ قولي مسلا هو كان عامل تسعة وتلاتين تقريبا آآ تسعة وتلاتين سعة وتلاتين وحاجة يعني وكم قرش كده يعني قولي مسلا اربعين جنيه يعني شوية دول عاملين عشرة جنيه كمان فتخيلوا بقى السعر كان هيزيد ازاي آآ حطيت بقى معي التوابل والبهارات بتاعتي حطيت رشة من الكمون رشة من الملح آآ هاجيب بقى طبعا آآ حطيت آآ فلفل اصمر وهحط كمان معي آآ رشة من الشطة آآ وبعد كده بقى هنقل الكلام ده كله بقى في حاجة واسعة وابدأ ان انا اعملهم لان البولة بتاعتي هنا كانت يعني ما شاء الله لقيتها مش مكفيهم مع ان احنا على طول بنعملها فيهم وبتكفيهم والزيادة وبتطلع معنا كمية برضو كويسة وبيكون الموضوع كله يعني اللي اربعين جنيه بس مش مش اكتر من كده بس بقى ما شاء الله عملت بقى برضو طبق كبير جدا بس اللي هو يعني حسته ان هو يعني عارفين اللي هو ايه آآ سعر الضرب في اتنين والزيادة هو بقى كده عملناه بقى كده مع بعض اهو طبعا مش اربعين سندوتش بس بالزبط يعني آآ اديكم شايفين الكمية اللي طلعته حجم سندوتش يا دوب قد كف في الايد مش اكتر من كده بس يعمل ازاي يا دوب اهو قد كف في الايد مش اكتر من كده والموضوع طبعا مليان طماطم وفلفل والكلام ده بس صراحة كم تعمه حلو اه مش عارفة اقولكوا تجربوا الوصفة ولا ما تجربواش لان صراحة بقت صعب اقوي كده بس يعني ايه كانت توصفة حلوة جدا وتعموها حلوة جدا فلو انت عندك الحاجة وعايزة تعمليها هتكون معك جميلة جدا لايكات كتير بقى وشير اكتر عشان صراحة يعني تشجعونا ان احنا نعمل حاجات من المكلفة دي كتير كده آآ لايكات كتير بقى وشير اكتر وكومنتات اكتر واكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته